سد النهضة اسيوبيا بتستفز مصر والسودان بتصريحات خطيرة وعاجل مصر تدعو حفتر لحضور افتتاح قاعدة عسكرية هامة ومسؤول مصري كبير أزمة سد النهضة حياة أو موت وعاجل إغلاق مصرح أشرف عبدالباقي ننشر لحضرككم التفاصيل في البداية صلى أحبي محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا ومسؤول مصري كبير أزمة سد النهضة حياة أو موت قال رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري محمود مسلم إن قضية سد النهضة حياة أو موت وقضية هامة جدا ومسلم أضاف خلال حواره مع برنامج بالورقة والألم من تقديم الإعلام نشأة الديه المذاع على فضائية تن أن على المواطنين أن يثقوا في مؤسسات الدولة فمصر دولة كبيرة والكبير تكون عليه مسؤولياته ولا يستطيع أن يتهور وينفعل أكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه القضايا لا تدار عبر الفضائيات قضية سد النهضة قضية كبيرة ومصر نجحت في فرض قضية سد النهضة على أجندة العالم ومجلس الأمن موضحا أن الدولة ناجحة في علاقاتها الدولية بشكل كبير وعلى المواطنين أن يثقوا في قدرتها على العمل مع القلق ومتابعة ما يحدث من مستجدات وزير الرأي المصري محمد عبد العاطي كان قد قال أن مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وبتدعم التنمية فيها ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء تشغيل سد النهضة المصدر معنا كان من صحيفة الأهرام وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو ويلا ندخل على تفاصيل الأخبار ننتقل لخبر آخر معنا وعاجل مصر تدعو حفتر لحضور افتتاح قاعدة عسكرية هامة ذكر القناة 218 الليبية أن مصر ادعت قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيل صالح لزيارة مصر وحضور افتتاح قاعدة عسكرية أوضحت القناة استنادا إلى مصدر مطلع أن السلطات المصرية دعت حفتر والمنفي وصالح لحضور مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية تعتبر 3 يوليو أكبر قاعدة عسكرية مصرية جو بحرية تطل على البحر الأبيض المتوسط وتقع عند بلدة النجيلة على مسافة 70 كم غرب مدينة مرسا مطروح وذكرت صحيفة الأهرام المصرية سابقا أن 3 يوليو تعد من أهم قواعد المصرية في المنطقة الغربية حيث يتمثل بعدها الاستراتيجي في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط ومع حدود دولة ليبيا شهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين وهي حكومة الوفاق وحكومة عبدالله الثني في تبرق المتحلفة مع قائد الجيش الوطني ليبي خليفة حفتر نصدر معانا كام من القناة 218 زائد وكالات وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر معانا وسد النهضة إثيوبيا تستفز مصر والسودان بتصريحات خطيرة ما زالت إثيوبيا تصر على التعند في ملف سد النهضة وابتزاز مصر والسودان بتصريحات عدائية حيث قال سفير إثيوبيا في جنوب السودان نبيل مهدي عبدالله إن الملء الأول للسد لم يلقى قبولا جيدا من قبل دول المصب وخاصة السودان ومصر الذين رفضوا الخطوة متوقعا أن يتم الملء السد للمرة الثانية في موعده شهر يوليو أشار إلى أن مشروع سد النهضة مخصص فقط لتوليد الكهرباء من أجل التنمية الاقتصادية وليس له نية سيئة أخرى تهدف إلى الإضرار بدول المصب وأضاف خلال تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على صفحتها فيسبوك إن أثيوبيا حاليا تبني سدا سيكون الأكبر في إفريقيا بهدف توليد إنتاج الكهرباء وتخفيف النقص الحاد في الطاقة في إثيوبيا ولتصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة وذكر أن مصر والسودان تبذلان جهودا حثيثة بشأن معارضة أي تحرك إثيوبيا الملء السد قائلا إن المحادثات التي توسطت فيها دول الاتحاد الإفريقي بين الدول الثلاث تعصرت معنى هذا إن إثيوبيا يعني والتصريحات الاستفزازية اللي بتطلع منها ده بيدل على إنها يعني وثقة جدا الملء الثاني هيكون في موعده ولكن يعني أنا أتمنى وهذا طلب من الرئيس السيسي أتمنى يعني ضرب سد النهضة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله سد النهضة هيتضرب ويعني الأمور هتكون بخير بإذن الله وأنا عندي ثقة في أقيادة السياسية ننتقل لخبر آخر معانى وعاجل إغلاق مصرح أشرف عبد الباقي وأغلاقت الأجهزة الأمنية المصرية مصرح الفنان أشرف عبد الباقي خلال العرض الأول من مصرحية ليلة العمر بسبب عدم استفاء شروط الحماية المدنية واحتياطات الأمن والسلامة قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح صحفي إن مجلس مدينة العالمين منح الفنان أشرف عبد الباقي رخصة الإشغال للمصرح بشرط قيامه باستفاء تراخيص وتصريح الحماية المدنية والسلامة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية وصدر قرار الغلق وتم فصل الطيار الكهربائي قبل بدء العرض الأول للمصرحية لحين استكمال الإجراءات والاشتراطات التي تؤمن حركة المرور وتواجد الجمهور داخل المصرح المصدر معانا كان من البوابة نيوز وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام نروح على طول آخر خبر معانا وآخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وكشف الإعلامي محمد علي خير آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أكد أنها ما تزال في غرفة العناية المركزة بالمستشفى الخاص في مصر الجديدة وأضاف خلال برنامج المصري أفندي المذاع على قناة المحور الفنانة دلال عبد العزيز ما تزال في غرفة معزولة ولا يوجد تلفزيون في غرفتها ولكن يتم توفير لها مشاهدة بعض المنصات مثل شاهد وواتساب وذلك لضمان عدم معرفة أي أخبار عن رحيل زوجها الفنان الراحل سمير غانم وتابع دلال عبد العزيز لا تعرف حتى الآن أن زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفى لافتا إلى أنها لا تستطيع أن تغادر فراشها ولا تزال أنبوبة الأكسوجين معلقة في أنفها وقال تحدث طفرات وتحسن في حالة دلال عبد العزيز ولكن يعقبها تراجع في نسبة الأكسوجين مناشدنا الدعاء لها بأن يتم شفاءها ربنا إشفيها بإذن الله ويقومها بالسلامة المصدر معانا كامل فيتو أتمنى أكون يعني نشرت لحضراتكم بعض الأخبار المهمة في الوقت الحال إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وكان معكم إسلام الأمير إن شاء الله أشوفكم في فيديو قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته